موسيقى ذكرت نزل قباني حينما قال يا تونس الخضراء يعني صراحة بلد جميل بل بأهلها بناسها بأخلاقها بل التعامل مع الناس دخول في الوجبات في القهاوي في الحديث مع الناس يعني صراحة أنا أهنيكم يعني صراحة بلدكم بلد يعني جميل بلد رائع صراحة المصداقية والتعامل الراقي وما في يعني ما يشعر واحد في الغربة وما يحتاج واحد أنه يبحث كثير لأنه هو يعني الشيء واضح ما في يعني بعض الأسف الشديد في بعض دول العالم الثالث يتعاملوا للأسف الشهيد يعني احتيال مع السواح بس هنا ما في احتيال نهائي يتعاملوا معه كأنك مواطن تونسي لفت انتباهي التعليق للأستاذ عبدالله السلام الحاكمي السفير ووزير وبرلماني سابق سألته وين انتا قال لي أنا في تونس فقلت له كيف تونس فوصف تونس وصف يعني أنصفهم فأنا صراحة قلت أجي أشوف يعني البلد هذا وفعلا لما جيت يعني تفاجأت مجتمع يعني راقي في كل ما تعني الكلمة يعني صراحة البقابات الصحية هنا في المطاعم والفود والغذاء غذاء صحي ونقي وممتاز الجو جميل الفنادق تعاملهم راقي يعني الأمان الشعور بالأمان أخرج بأي وقت أول حاجة مرحبا بك في بلادنا مرحبا بكم ديما كنلقاوا شقيق من البلدان العربية ديما نحاولوا ناخذ رأيكم في بلادنا هل أنه لقيت راحتك ولا شوال حاجة اللي يعجبتك ولا لا بلدكم بلد جميل وبلد رائع وعنا خبرتي زيارت أكثر من ثلاثين دولة ابتدان من الصين وأوروبا وإفريقيا وآسيا يعني المجتمع التونسي مجتمع منفتح وعندكم منر الإخلاق العالية مع السائح مع الأجنبي وتتعاملوا مع السائح كأنه في واحد منكم يعني ما في فهذه ميزة صراحة أنا أصبحت يعني من الناس مستقبلا راح يعمل دعاية لتونس طيب أنت من أي بلد؟ أنا الأصل من اليمن لكنني أعيش في بريطانيا وأنا مواطن بريطاني طيب كيفيش خممت أو كيفيش فكرت أنك تزور بلادنا؟ أنا عملت حمضة دينة أعرف أصولي فطلع عندي نسبة كبير من الشمال أفريقيا فقلت عرف المغرب بعرف تونس يعني فهذا السبب الذي يدفعني أن أنا أزور البلد هذا بالإضافة لسمعات السياحة في تونس والسياحة العلاقية والسياحة لزيارة المدن بالإضافة للفيدباك انطباع الناس اللي زاروا تونس انطباع إيجابي مئة في المئة يعني فيه أشهار أو فيه ترويج لتونس من قبل المسجل اسمعت يعني؟ نعم اسمعت من أشقاء يمنيين ولا مواطنين عرب ولا بريطانيين؟ طبعا لفت انتباهي التعليق للأستاذ عبدالله السلام الحاكمي سفير ووزير وبرلماني سابق سألته أين أنت؟ قال لي أنا في تونس فقلت له كيف تونس؟ فوصف تونس وصف يعني أنصفهم فأنا صراحة قلت أجي أشوف يعني البلد هذا وفعلا لما جيت يعني تفاجأت مجتمع يعني راقي بكل ما تعني الكلمة يعني صراحة مجتمع راقي جدا طيب خلص حجزت وجيت على تونس نعم حجزت جيت على تونس واتفاجأت حتى أن الفندق ما نسبني أول يوم فغيرت فندق ثاني فاتصلي الفندق اعتذر لي يرجعي الفلوس يعني ذي هذا تحسب بنا؟ يعني أنا صراحة يعني تعامل في اي بي مع السواح صراحة حقيقة تعامل راقي جدا المعلومات اللي سمعتها من قبل ما تجي لبلادنا ومن قبل ما تحجز هي نفسها اللي لقيتها ولا أحسن؟ لا صراحة أنا اكتشفت أفضل يعني صراحة في الأكل عندكم الأفضل في العالم تنوع المود الغذائية نوع الغذاء يعني فيه أشياء كثيرة صراحة عندكم الجو الخدمات السياحية الناس التعامل مع الناس الناس منفتحين يعني نعتقد أن تونس البلد الأول السياحي تقريبا يعني بصف دبي والرياض والمناطق هل هذي هي أول زيارة لك؟ بالنسبة لتونس نعم أول زيارة نعم مش مش تكون الأخيرة أكيد راح تكون الأخيرة ما أعتقد لا لأني فلد جميل وصراحة يعني عندي انطباع إيجابي 100% طيب يعني شو أكثر حاجة شدت أنت بهك لما نزلت في المطار؟ المصداقية والتعامل الراقي وما في يعني ما يشعر واحد في الغربة وما يحتاج واحد أنه يبحث كثير لأنه هو يعني الشيء واضح ما في يعني بعض الأسف الشديد في بعض دول العالم الثالث يتعاملوا للأسف الشديد يعني احتيال مع السواح بس هنا ما في احتيال نهائي يتعاملوا معك كأنك مواطن تونسي يعني نفس السعر نفس يعني أنا شعور كأننا في بريطانيا أو في اليمن يعني ما كأننا في بلد كيف هو الغربة يعني؟ لا 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 ما في لا والله حتى ذكرت نزل قباني حينما قال ياتونس الخضراء يعني صراحة بلد جميل بل بأهلها بناسها بإخلاقها بل التعامل مع الناس دخول في الواجبات في القهاوي في الحديث مع الناس يعني صراحة أنا أهنيكم يعني صراحة بلدكم بلد يعني جميل وبلد رائع صراحة أنت من قبل تبع في الأحداث في تونس تعرف شخصيات أو رياضية سياسية من أي مجال يعني؟ طبعا يعني تونس يعني ليكفي أنه البلد العربي الذي يحكمه واحد عنده دكتورة في القانون ولو أننا يعني كذا مصدوم من تونس لما عملوا الثورة عملوا الثورة هنا يمكن كويسة لكن باقية الدول الثانية عملت مشاكل فإحنا نبغى استقرار لكن إن شاء الله أنهم يعني يصلوا للحكمة التي وصلت لها تونس أقصد اليمن وسوريا وليبيا والبقية الدول يعني لأنه الاستقرار هو الأهم هذا الأهم يعني صراحة طيب شنو الأمقنية اللي زرتها؟ حقيقة أنا أحب أن أنا أمشي وأشوف فأنا كله تركيزي على العاصمة وعلى السنتر صراحة لأننا أعتقد هناك أشياء كثيرة أن أنا أريد أن أعرف الأسواق الأكل المحلات البيع القهاوي الحديث مع الناس أي شيء يفكرون الناس أتقابل مع السواح أشوف كيف التعامل في تواصل بينك وبين تونسة مثلا؟ حقيقة أنا أي مكان أقابل الناس أتكلم معهم كأننا أصدقاء من 30 سنة و40 سنة يفتحوا لك المجال يعني؟ أتكلم بحرية يعني حقيقة والذهني أنه مجتمع مثقف فاهم يعني فاهم صراحة أقوى ثلاثة نقاط بالنسبة ليك في تونس شنو؟ والله أقوى ثلاثة نقاط أنا يعني أوصي فيها الناس اللي يجوم أول حاجة أنه الوجبات الصحية هنا في المطاعم والفود والغذاء غذاء صحي ونقي وممتاز الجو جميل الفنادق تعاملهم راقي يعني الأمان الشعور بالأمان أخرج بأي وقت حقيقة أيضا في حاجة مهمة جدا السياحة العلاقية هنا السياحة العلاقية يعني الكواليتي عالي جدا يعني أنا الاسمعتقب الماجي يجوم من بريطانيا من فرنسا من جميع شمال المغرب من الأخبان في الخليج يجي يتعالجوا هنا فأنا صراحة يعني لمس هذا أنه الكواليتي للعلاج بالعربي أيها جودة العلاق يعني ممتازة جدا وهاي كواليتي تقييم عالي جدا أنصح الناس يجو زوروا تونس؟ أنا أنصح الناس يجو سياحة علاجية ويجو سياحة للزيارات على حد علمي يعني ما شفت يعني أي عملية أنه شخص يعني يقسف حتى أنا الآن أكلم أصدقائي اليمني اللي من أمريكا راح يزوروا م*** أحيانا أخذوا طبع كذا ليس إيجابي فقلت لهم أنا أعطيكم ركومين تقود زوروا تونس شو أتقول مثلا للتوانسة؟ والله أنا أقول للتوانسة أنه طالما الأمن موجود الاستقرار موجود كل شي طيب راح يجيهم لا يستعجلوا يعملوا كما عملوا أخوانا في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن هي بمسألة تبدأ خطوات خطوات الأمن ثم يعني الاستقرار وبعدين كل حاجة يتقي يعني نحتاج أننا أقوم أعمل أي عملية عنف أو أي عملية بعد الشر معناش لا لا معناش الحمد لله الحمد لله ورب يبقي ستر على بلادنا فهذا الشي يعني نتمنى أن نحنا الدول العربية تكون نفس دول خليج في القانب الاقتصادي والقانب الاستقرار اشتركوا في القناة